ق�� revis. علاقن الله الاول هنا نهاية jadi لغة واصطلاح وانت حدني مستشف G een fald وأhas metafell مثلا باب الصلاة لغتا stop باب الزكاة أي ف semestig لغة يعني معناها في اللغة الاستلاح يعني معناها في الشرع ازاي؟ يقولون مثلا الصلاة معناها لغة ايه؟ الدعاء لما تقرأ مثلا لواية او حاجة زي كده يقول لك مثلا فلان يصلي يصلي معناها يدعو انما شرعا لما نقول في مسألة شرعية يصلي فيصلي يكون معناها الصلاة المعروفة المعتادة عند المسلمين الركوع السجود الاخر فاذا من دلوقتي بقى وانت ان شاء الله مقبل على كتب الفقه لازم تفرق من اي حاجة المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فاي سؤال او اي مسألة تقف عنك لازم نقول تسأل اغماعها والمقصود بالكلمة دي المعنى اللغوي بتاعها ولا المعنى الاصطلاحي على سبيل المثال مثلا الفقه ابسط مثال الفقه معناها لغويا الفهم اقول لك فقهت هذا الامر اي ايه فهمته انها ما اقول لك فقهت هذا الامر اقصت بها حاجة شرعية يعني قدرت تستطبط الحكم الشرعي لهذا الامر فاذا ده لغة وده اصطلاحا يبقى اذا تعلمنا الفرق بين الخاطئ والمخطئ تعلمنا الفرق بين المصطلح الكلمة اصطلاحا ولغويا طيب ايه هو الفقه من لغة من ناحية الشرعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة